السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أصدقائي في مكون الشكل والتطبيقات الكتابية للوحدة الأولى بعنوان طلب القيام برحلة مدرسية الأسبوع الثالث البداية مع أشكل وأفهم سوف نقرأ هذا الطلب الذي لدينا ثم نجيب عن الأسئلة الفهم المتعلقة به نقرأ الدار البيضاء 30 مارس سنة 2000 إذن يمكن أن نتممها بأي تاريخ نريد من التلميذة ملاك المتنبي نيابة عن تلاميذ وتلميذات السنة السادسة ابتدائي 3 إلى السيد مدير المدرسة الابتدائية إذن في هذه النقاط نضع اسم المدرسة بالدار البيضاء الموضوع طلب القيام برحلة مدرسية سيد المدير نحن تلاميذ وتلميذات السنة السادسة 3 نرجو الموافقة على طلبنا القيام برحلة مدرسية إلى إحدى المدن المغربية العتيقة قصد زيارة معالمها التاريخية ونحيطكم علما سيد المدير أننا درسنا في حصة اللغة العربية نصا وظيفيا عنوانه الحضارة المغربية الأندلسية للكاتب المغربي عبد العزيز بن عبد الله تضمن إشارة إلى مظاهر الحضارة الأندلسية في مدن فاسة ومراكشة وتطوانة وغيرها وبما أنه لم يسبق لأي أحد منا زيارة هذه المدن المغربية العريقة في القدن التي تتميز بتنوع حضاري وثقافي كبير فقد اتفقنا على أن نقترح عليكم تنظيم رحلة مدرسية إلى إحداها وقد كلفت بكتابة هذا الطلب إليكم وفي انتظار موافقتكم تقبلوا سيد المدير فائق احترامنا وتقديرنا توقيع التلميذة ملاك المتنبي نيابة عن تلاميذ السنة السادسة ثلاثة إذن كان هذا هو الطلب الذي كتبته ملاك المتنبي إلى مدير المؤسسة من أجل القيام برحلة إلى إحدى المدن المغربية الآن نمر إلى الأسئلة السؤال الأول أفهم أشكر العبارات الآتية شكلا تاما بحسب سياقها في النص إذن هذه العبارات لدينا في النص كتبت باللون الأخضر إذن نقوم بشكلها نرجو الموافقة إذن همزة الوصل على طلبنا إذن نرجو الموافقة على طلبنا كلفت بكتابتي إذن كلفت هناك الشدة على حرف اللام بكتابتي ثم الجملة الأخيرة فائقة احترامنا إذن لدينا همزة الوصل فائقة احترامنا إذن نعيد نرجو الموافقة على طلبنا كُلِّفت بكتابتي كُلِّفت بكتابتي فائق احترامنا ثانيا أشرح الكلمات الآتية ثم أركب كل واحدة منها في جملة مفيدة كلمات هي العاتيقة مآثر والعريقة إذن بالنسبة للجواب العاتيقة المقصود بها القديمة تركيبها في جملة يقوم البناء بترميم المباني العاتيقة إذن يرمم المباني العاتيقة بمعنى يقوم بإصلاحها مآثر نقصد بها معالم تاريخية إذن المآثر هي المعالم التاريخية تركيبها في جملة زرت المآثر التاريخية في مدينة الرباط العريقة هي الأصيلة ونقصد بها القديمة جدا إذن العريقة تقريبا مثلها مثل العاتيق غير أنها قديمة جدا إذن تركيبها في جملة نقول في بلدي المغرب العديد من المآثر العريق والآن ننتقل إلى ثالثا ما سبب كتابة طلب قيام برحلة مدرسية إلى مدير المؤسسة التعليمية إذن السبب الذي جعل تلاميذ المستوى السابتدائي يكتبون هذا الطلب ويقدمونه إلى مدير المؤسسة التعليمية الجواب سبب كتابة طلب القيام برحلة مدرسية إلى مدير المؤسسة التعليمية هو رغبة التلاميذ في زيارة مدينة من المدن العريقة والتعرف على معالمها التاريخية ومآثرها الحضارية إذن التلاميذ يرغبون في زيارة مدينة من المدن العريقة في المغرب خصوصا وأنهم قد قاموا بقراءة نص حول المعالم الأندلسية في المدن المغربية أو الحضارة المغربية وأرادوا التعرف عليها لذلك أرادوا القيام برحلة مدرسية إلى أحد المدن المغربية العريقة والمدن المغربية العريقة التي توجد في المغرب حسب النص هي فاس، تطوان، مراكش وغيرها من المدن الأخرى ننتقل الآن إلى رابعا لما اختار التلاميذ والتلميذات زميلتهم لكتابة طلب القيام برحلة مدرسية نيابة عنهم إذا اختاروا تلميذ واحدة لكتاب الطلب، لماذا قاموا بذلك؟ ولم يقوموا جميعا كل واحد على حذب كتابة طلبه الخاص به الجواب اختار التلاميذ زميلتهم لكتابة طلب القيام برحلة مدرسية نيابة عنهم لأنه لا يمكن أن يكتبوا جميعا طلبا خاصا بكل واحد ولكن بما أن لهم نفس الغرض فمن الأفضل أن يكون الطلب موحدا وأن يكتبه شخص واحد إذا الأفضل هو أن يكتبه شخص واحد لأن لديهم جميعا نفس الغرض أي نفس الطلب إذا يقومون باختيار شخص واحد ويكلفونه بكتابة الطلب نيابة عنهم كما نجده في النص في التوقيع في الأخير نجد توقيع تلميذ ملاك المتنبي نيابة عن تلاميذ السنة السادسة ثلاثة إذا الفوج الثالث وإلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشكل والتطبيقات الكتابية طلب القيام برحلة مدرسية أترككم الآن في آمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة